دي مشاهدينا كانت زي النهاردة النهاردة ودلوقتي ننتقل معاكم لفقرتنا الإخبارية ونبدأ معاكم فقرة الأخبار المحلية أول خبر معايا النهاردة بعنوان الرئيس السيسي يؤكد عزم مصر تقديم تسهيلات لشركات الشحن البحري الدنماركية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية رئيس وزراء الدنمارك وأصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلاتها جلسة موسعة ضمن وفدي البلدين وحيث أعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الدنماركي إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات خاصة مع مرور 65 عاما على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين من الخبر ده بنروح لخبر خاص بالزراع وزير الزراع الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالي 81 مليون دولار خلال أسبوع أعلن السيد القصر وزير الزراع وستصاح الأراضي أن الإفراجات عن الأعلاف مستمرة بالتنصيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف وأضف القصير أنه خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس تم الإفراج عن 166 ألف طن من الزرا وفول الصوية بحوالي 81 مليون دولار وشمل الإفراج عن 119 ألف طن من الزرا بحوالي 43 مليون دولار وحوالي 47 ألف طن من فول الصوية بقيمة حوالي 35 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار ليبلغ إجمال ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس الحالي نحو 3049 مليون طن منهم 2163 مليون طن ذرة و886 ألف طن فول صوية وإضافات أعلاف وذلك بإجمال مبلغ 1515 مليون دولار ومن الزراع بنروح لخبر خاص بالقوات المسلحة القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد نواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنتين الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكانياتها بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهد الدولة المصرية بكفة المجالات ومن هذا الخبر نروح لخبر خاص بالتموين التموين القاهرة توافر المخزون الاستراتيجي للسلع وشن حملات يومية خلال شهر رمضان أعلن عبد النعيم حامد مدير مدرية تموين القاهرة ووكيل أول وزارة التموين استمرار شن حملات الرقابة التموينية اليومية بنطاق المحافظة على مدار شهر رمضان حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالبهم واحتياجاتهم مشيرا إلى أن هناك أربعة حملات مركزية من مدرية التموين وحملتين من التجارة الداخلية حيث ستضم القاهرة 38 حيا كل حي به إدارة تموينية ومؤفتشين يحملون صفة الضبطية القضائية ومن التموين نروح للتعليم التعليم النمازج الاسترشادية نتضرب من خلالها على شكل الأسئلة قال شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم نظمنا مؤتمر صحفي حول كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وتم التوجيه بطرح جداول الثانوية العامة وطرح النمازج الاسترشادية والتي تهدف للتعرف على شكل الأسئلة والتدريب عليها وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعيد البدء في الامتحانات الخاصة بالسانوية العامة في 2023 وموضحا أنها تبدأ في أتى ساعة صباحا حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد في جدول الامتحانات بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموعة الخبر التالي بعنوان البنوك تبدأ استلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة حتى 23 مارس بدأت تفروع البنوك الوطنية الأهلي مصر القاهرة ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية استلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة بداية من اليوم حتى يوم الخميس 23 مارس ويكون السداد الكامل لقيمة الخاصة بتكاليف الحج فيما عدا حالات المحارم والمرافقين لمقدم الطلب حيث يتم السداد لهم سويا وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل عن الفائز عن فرص الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية دي مشاهدين كانت أخبارنا المحلية وننتقل مع حضرتكم دلوقتي لأخبار العالمية أول خبر معنا بعنوان دراسة تحذر ملايين الفئران في نيويورك قد تحمل فيروس كورونا قال باحثون في جامعة ميسوري الأمريكية أن ملايين الفئران التي تعيش في مدينة نيويورك معرضة للإصابة بكوفيد 19 وذلك في إطار بحث يسعى إلى معرفة ما إذا كان الفيروس يتطور وتتبع إمكانية انتقاله إلى البشر من تلك القوارد بحسب صحيفة US Today ومثل البشر أيضا أثبتت القوارد أنها عرضة لأنواع متعددة من فيروس كورونا سواء الأصلي أو متحوراته مثل أوميكرون بما في ذلك مستويات عالية من العدوى في مجاري الهواء العلوية والسفلية وفي 2021 لخص تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس التاجي من المحتمل أن ينتقل من خلال الخفافيش إلى البشر عبر حيوانات غير معروفة الخبر التالي معنا طيب دي مشاهدينا كانت أخبارنا النهاردة العالمية وطبعا كان المعتاد بيكون لنا بقى من الفقرات الحوارية نتمنى إن شاء الله أنها تنال إعجاب حضرتكم معنا فقرة مهمة نتكلم فيها عن فعليات الأسبوع العالمي لألمياه تحت شعار كل نقطة بتفرق مع إن شاء الله دفنا أستاذ دكتور أحمد زكي رئيس الاتحاد النوعي لألبيئة بأسوان معنا كمان فقرة مهمة نتكلم فيها عن الرياضة وأهميتها وأهمية اللياقة البدنية بشكل عام إن شاء الله دفنا في هذه الفقرة هو كابتن محمد أبو العنين مدرب لياقة بدنية كمان معنا فقرة مهمة نتكلم فيها عن علم الطاقة علم الطاقة اللي كلنا بنسمع عنه وبيينال كده يعني حالة من الحديث بين كتير من الناس سواء كانوا من الطبقة المثقفة أو من عامة يعني الناس بيهتموا جدا بعلم الطاقة والجدير بالذكر إن العلم ده هو مش علم حديث ولكن هو علم قديم يعني من قديم الأزل هنتكلم عن علم الطاقة وعن أسرار وخبايا هذا العلم وتحديدا في عهد الفرعنة إن شاء الله دفنا في هذه الفقرة هو دكتور حازم الشيخ باحث في علم الطاقة ده مضمون سريع مشاهدين الأهم فقرات حلقتنا النهار ده بتمنى لكم طبعا مشاهدة مفيدة معنا إن شاء الله نستقزمكم دلوقتي هنطلع لفاصل قصير وبعد الفاصل نرجع معاكم ولفقرات حلقتنا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة